السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين في كل مكان ازايكم عاملين ايه? وبدأ الاستفتاء لافضل استشاري. حضرتك هتدوس على الرابط اللي انا سايبه لك فيه صندوق الوصف واللي موجود فيه التليجرام عندنا وموجود فيه كل بسط بنزله. وهتخش على الصفحة داية مشكورا ويتسجل فيها بالبريد الالكتروني بتاع سيادك. طب المفروض هنا نعمل ايه? انت حضرتك هنا بتخش تختار الاستشاري اللي انت شايفه اداك معلومات مفيدة خلال الفترة اللي حضرتك تباتوا فيها على الفيسبوك. يعني? يعني هنا ده برنامج من سيزرع المليون المقدب من الاعلامي شعبان بلال. وبيتم اختيار فيه افضل الاستشاريين في المجال الزراعي اللي بيقدموا نصايح ومعلومات مفيدة لآآ المهندسين الزراعيين ولعامة الناس على السوشيال ميديا. ولهم اسهمات ولهم آآ مش عبولوا عليه ايه? ولهم ايه تاني? اسهمات ويه تاني? وليهم دور مهم في اثراء ثقافة المزارعين وكذلك دعم المجال الزراعي. طب انا بوريك ده ايه? بوريك ده عشان انا موجود في الاستفتادة. ولو شايف ان اخوك آآ محمود آآ حمدي آآ افادك في اي شيء يا صديقي. يا رتي انا ما تنساش? تخش تصوط لي. مش تصوط لي تقول لي على اخري. لا تصوط لي تدوس على الصورة بتاعتي. مش بس تدوس على الصورة بتاعتي. وتروح مكمل تحت خالص. تعام مسجل اسمك ويمهنتك وتدوس ارسالك. وترجع تفتح الصفحة وقول لك خلاص بقى لقد ساهمت في دورك كده معلم شكرا جزق الله خيرا. طب هتلاقينا انا في هنا. انا مفروض انا رجل اخصائي مش اخصائي ايه انا دكتور. لا انا رجل المفروض مهتم في زراعة الاشجار الخشابية ولكن طبعا ما فيش هنا قسم للاشجار الخشابية في هذا الاستبيان. طب هنعمل ايه بقى? نسكت? لا. ما نسجلش? استحاد? نقول كده خلاص? لا راح اتقالك يا ابو حمدي? مايسخش. حطوني فين يا نجم? في قسم المتساقطات. هتقول لي ايه متساقطات? هقولك هو الشجر اللي ورقه بيقع كل سنة. بس انا ما فهمش غير كده في المتساقطات. من رغم ان احنا معنا عتاول. ولكن اه 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 ادعم اخوكو. ودوس اه 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 دي صورة يا بص يعني انت انا جيت لك هنا عندي اقول مهندس محمود حمدي. انا هو انا شها المهاجني. ليش علاقة بالمتساقطات بقى? طعم? لا. اهو ما حطوني هنا زي كل سنة في المتساقطات. ليه? قولك بس انت ملكش منافس في الاشجار الخشابية. طبعا انا سام بايه? انا ما معرفش. فانت هتجي في المتساقطات طبعا دي كلهم اقامات يا الله هو اكبر ناس يعني. ناس تييلة انت فاهم? اه ناس تييلة حرفيا في مجالهم بس انا اعمل ايه? مضطر. فانت حضرتك مشكورا اسفا هتنتخبني في اه الاشجار المتساقطة. وهتيجي مسلا في النخيل. تمام دي لكم ناس افاضل محترمين ناس طيبين جدا. تمام? يعني اه عندكم ناس افاضل كتيرة جدا ما تخترشونه بحد. او اختروا اللي انتو عايزينه. مراحبكم يعني. المهمة عندي في الاخر دعم ان انت تختار اخوك محمود حمدي في قسم الفكهة المتساقطة اللي انا اصلا استشاري اشجار خشبية ازي ما بيقولوا يعني او مهتم بزراعة الاشجار. وبعد كده هتكمل انت حابب اصلا تخش للسبان ده ما تختارش غيرانة بس. في الاشجار الفكهة المتساقطة اختارني باشا ما فيش مشكلة. وهتنزل تحت خالص 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 سيبق كل ده. لو انت مش عارف اي حد من الناس دي. لو انت عارف اي حد من الناس دي انت اخبوا ما فيش مشكلة. صوت لي. مش عارفوا. خلاص يا باش بقى بتكمل استبيان بتاعك. وتروح نزل تحت خالص 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 في الاخر كده. من حد ما يجي لك الخانة اللي مكتوب فيها الاسم والمهنة. هتظهر لك دلوقتي يا بص يعني انت برضو جايزة هندسة الرأي. اختار اللي اعجبك انا حتى اسم مش مكتوب فيهم. فانت هيجي لك هنا. يرجى كتابة اسم حضرتك. تعام آآ بعلمة بانه غير معلنة. فانا كتبت اسمي محمود شريف. حلوة كده. والمهنة بتاعتي راجل المهندس الزراعي. انت فاهمني? انا بصوط لنفسي عادي يعني. فانت فاهم. وبعد كده هتروح ايه ارسال. شكرا كده راح خلاص. هتيجي ترجع تاني. اقول لك لقد شاركت خلاص يا معلم كده. شكرا كده انتهى. فياريت لو بتحب اخوكم تصوتوا لي وتدعموك كل سنة وانتم طايمين ورمضان.